اشتركوا في القناة جميع نواع طيور الزينة والطيور البرية المغردة وفي هذا الفيديو ان شاء الله سوف اوضح لكم عن نبات يغفل عنه الكثير من ربيين الطيور لكن فوائده كثيرة جدا وخاصة في فصل الخريف والشتاء وفي هذا الوقت وقت التعشيش يعني الان في هذا الوقت وقت التعشيش والتفريخ الا وهو نبات الزعتر وسوف اوضح عن بعض الامور المهمة بخصوص موسم الانتاج بما اننا بموسم انتاج الحسون وبعض الاخوة يعانون من بعض هذه الامور مثل الديدان والغازات وغيرها من الامور فانني اقدم لكم نبات الزعتر وما له من اهمية كبيرة في هذه الفترة وهذا عن تجربة شخصية احبتي في الله والزعتر احبتي في الله هو الحصن الحصين لجهاز المناعة فهو معقم وقاطل للجراثيم والبكتيريا والالتهابات الفطرية وفي نفس الوقت مزيل للمغص وتشنجات الامعاء والنفخة وطارد للغازات من الامعاء والمعدة ومقوي عامل الجسم ويمنع التحركات في المعدة ويساعد الجسم على التقليل من التعرق في الاوقات الحارة وبخصوص الامراض يزيل السعال وجراثيم البلغم ويعالج الربو والسعال الديكي ويزيل ضيق التنفس ويقتل ويطرر اديدان من المعدة ويعمل على توازن نسبة السكر في الدم ويعمل على علاج جميع انواع الرشح ومقوي للطيور في فترة التزاوج والانتاج وينشط الطاقة التناسلية وينشط الدورة الدموية ويمنع تصلب الشرايين ويقوي عضلة القلب ومقوي ومفيد جدا للكبد ايضا ويعالج الطيور من الاسهال ويقدم حتى للازواج التي تحضن الفراخ وفوائده ممتازة للابوين والفراخ ايضا تقديم الزعتر للحسون او للطيور عامة اولا يمكن تقديمه اخضر طازج كما هو للطيور وثانيا يمكن تقديمه منقوع في الماء لمدة ثلاث ايام في الشهر كوقاية ونحن دائما في انتظار تعليقاتكم وتفاعلاتكم احبتي في الله فمحا نرتقي ونتعلم منكم ودمتم ودامت طيوركم في صحة جيدة وفي النهاية اتمنى من الله بان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو واتمنى ان يكون هذا الفيديو قد اعجبكم ولا تنسوا المشاركة لتعم الفائد على الجميع بارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد ولا تنسوا اخواني الكرام الاشتراك في القناة مع تفعيل جرس اشعارات القناة حتى يصل اليكم جديدنا في كل ما يخص تربية وتزاوج الحسول ولا تنسوا الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وسوف تجدون جميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا في الوصف اسفل الفيديو ولما لديه اي سؤال او استفسار يمكنه وضعه في التعليقات اسفل الفيديو وسوف يتم الرضا عليكم في اسرع وقت ممكن ان شاء الله ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم المفيدة والله الموفق للجميع وشكرا لكم لحسن متابعتكم وجزاكم الله عني خير الجزاء وغفر الله لي ولكم ودمتم في امان الله وعفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته